اختتم حزب مستقبل الوطن المنتدى البرلماني الأول للي عقده في شرم الشيخ وده كان بحضور مهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل الوطن والسيد الشريف وكيل مجلس النواب ودكتور عبدالهادي القصبي رئيس اتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية حيانه هذا المنتدى استمر لمدة أربع أيام متصلة ودي بعض الصورة اللي بتوضح بعض يعني جانب من الحضور وكان فيه نخبة من الوزراء والعلماء والمفكرين كان فيه كمان مجموعة من السادة النواب اعتقد أكثر من 350 نائب كانوا حضرين وناقش هذا المنتدى البرلماني أضايا بتهم المواطن المصري بما فيها مناقشات وجلسات مفتوحة ممكن منها زي تستخلص أو تقدم منها يعني ورق عمل أو خريطة عمل لدور الإعقاد الجديد وده السؤال اللي احنا بقالنا ربما أسابيع بنترحه ماذا عن دور الإعقاد الرابع اللي بدأ بالفعل من أول أكتوبر أعتقد يوم 2 أكتوبر البرلمان حيناش إيه؟ البرلمان حاطت على أجندته أولويات إيه؟ فبأعتقد أنه هذا المنتدى وضح ده بشكل كبير جدا بخصوص حزب مستقبل وطن أمانة الحزب في القاهرة وزعت يوم الأربع الماضي أول مبارح 1500 حقيبة مدرسية اشتركوا في القناة